في الختام خليني أقول شيء مهم المسيح هو اللي أعطى المعنى الحقيقي للشريعة قال قد سمعتم أنه قيل للقدماء عين بعين أما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر سمعتم قديما لا تزني أما أنا أقول لكم كل من نظر إلى امرأة ليشتايا في قلبي فقد زنى ليشتايا فقد زنى في قلبي سمعتم قديما لا تقتل أما أنا فأقول لكم كل من يغضب على أخيه يعني حول الشريعة إلى شيء أعظم تفسيرها بعمق روحي بمعنى جديد بحلة جديدة ولا يستطيع الإنسان أن يقوم بها إلا إذا كان مفدي من خلال يسوع المسيح وهذا بيقودني لنقطة مهمة جدا أن الشريعة مش بس كاملة الشريعة مش بس تشير إلى المخلص ولكن الشريعة تشير إلى الموت البديلة إلى الموت الكفارة ليسوع المسيح فالشريعة تحكم علينا الذبيح يسوع هو حمل الله الكامل يسوع هو الذبيحة الكاملة والرب يسوع قال إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسيين لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت الله فمن يستطيع أن يدخل فالنموس حكم علينا أننا خطى وأننا نستحق عذاب جهنم لأنه بأعمال النموس لا يتبرر ذي جسد ثم يقول الكتاب ملعون من لا يعمل أعمال النموس ثم قال الرسول يعقوب وإن عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل فالنموس هو عبارة عن السبحة أو المسبحة اللي فيها حجارة كثيرة إن شلت يعني زلت حجر كل السبحة كل المسبحة بتفرض وهكذا أحبائي ما تقول أنا ما زنيت ما قتلت ولكن ممكن تجزب لا فكل يعني كل يسقط لأنه كنموس الرب كامل أحبائي النموس مكتوب عنه بموسى أعطيه أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لأننا عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس فالمسيح أحبائي هدم الحائط السياج المتوسط بين المؤمنين اليهود والمؤمنين من الأمم وصار إنسان جديد طبعا مش الفرائض والشرائع والتقوس اللي كانت بتعتمد عليها صار الإنسان الجديد الكامل من خلال يسوع المسيح فإذن الخلاص بالنعمة فقط والسلوك هو بالروح القدس ونسلك في ناموس الحرية ناموس يسوع المسيح بصلي إنه تقبل الرب يسوع المسيح اللي وفى العدالة الإلهية واللي وفى مطالب الشريعة عنك وعني لكن صرنا في المسيح فأدعوك إنك تكون في المسيح حتى تنال الحياة الأبدية موسيقى